الحمد لله الذي جعل التوحيد عبادة وقرمان وعمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفئة وزفان وأصلي وأصلم على نبيه الرحمة ومسباه الهدى محمد صلاة داهمة التريق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلهي الدين أما بعد إخوة الكرام فإن كلمة التوحيد هي أعظم الكلام فإن الشهادة على الوحدانية أجل شهادة ألا أجل مشهول عليه وينفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه حيث قال جل سماؤه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والقلل علم قائما بالغسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاستشهر سبعانه وتعالى بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ألا أجل مشهول عليه وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا هو والكلمة الطيبة كلمة التوحيد هي خير ما قاله النبيون من قبل محمد صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت على والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا لو الملك ولو العبده على كل شيء قدير ولا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض ولا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء وإنما ترجع كل شيء عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وليس المراج أن يشهدوا بأنسنتهم بل أن يشهدوا بأنسنتهم ويعتقدوا ذلك بقلوبهم فليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذه الكلمة بأنسنتهم إنما المقصود أن يقولوا هذه الكلمة مع العلم والمعرفة بمعناها وتحقيكها والعمل بمقتباها فالمراد منهم العلم بمعناها والعمل بمقتباها والبعد عن كل شيء ينافيها والمنافقون قالوها بأنسنتهم وأظهر الإسلام ولكنهم لم يعتقدوها بقلوبهم فكانوا في الدرك الأسفل من النار ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروع وهي العلم والإقيم والإخلاص والصدق والمعبة والانقياد والقبول وقد جمعها بعضهم في قوله من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتباها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعص يوم العشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه جلت يكينا وعدت إليه أن ليس بالأق إله أن ليس بالأق إله واحد إلى آخر ما قال وأما تفسير هذه الشروع عباد الله فأولها العلم العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا والعلم بما تستلزمه من الأمل فإذا ألم العد أن معنا لا إله إلا الله أن الله أز وجل هو المعبود وعده لا شريك له وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتبا ذلك العلم فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله وظند العلم الجعل بحيث لا يعلمه مجوبا إفراد الله بالعبادة بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله قال تعالى فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا كما قلت سابقا وما تستلزمه من العمل علما يناف الجهالة قال تعالى فألم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه وتعالى وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْأَقْدِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بأرسنتهم وزعف الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فالذي يقول لا إله إلا الله وَلَا يُعْقِعُ شِرُوتَهَا لَا تَنْفَعُهُ وَإِنْ قَالَهَا دَحْرًا طَوِيلًا فَلَابُدَّ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يُنَافِرْ جَعَلْ إِخْوَةَ الْكِرَامِ وَأَمَّا شَرْبُ الصَّالِمِ شِرُوتِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ الْيَقِين فاليقين عباد الله هو أن يملك بشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تصر بشيء من الشقوق ويعتقد سعة ما يقوله من أهقية إلهية الله أز ودليل وبدلان إلهية ما عدا وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنوار التأله والعبادة فإن شك في شعارته أو توقف أو توقف في بطلان عبادة غير الله كان يقول أجزم بألوهية الله تعالى ولكنني متردل ببطلان ألوهية غيره بدل الشهادة ولا تنفعه قال تعالى مسنيا على المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون وما لألوه المؤمنين أيضا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلا بد من آل الشر وهو اليقين المنافي للشك وقد وردف العديس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في سعيه بسنده عن أبيه ونيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر أن لا إله إلا الله مستيقلا بها قلبه فبشره بالجنة وهذا يوجب للخلب الحي أن يخاف من الشر والعديس بقية إن قلمائكم مستيقلا بها قلبه فبشره بالجنة الحمد لله على الالاء والشكر له على الناماء إلىه الأرض والسما والصلاة والسلام على إمان الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررت الأتقيا والتابعين لهم بإحسان إلا يوم الجزاء ثقوبه وشكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر